يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول يريد منكم أن تبينوا لنا عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم آف على نفسه لا يزكي نفسه هذا ما فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه يخاف من الضلال يخاف من الانحراف هذا سر عظيم من الإنسان يخاف من الانحراف يخاف من الضلال كم من عالم ضل وكم من عابد انحرف وكفر الإنسان يخاف على نفسه ما دام على قيد الحياة ولا يزكي نفسه نعم نقول فضيلة الشيخ أفقكم الله الشيخ إذا كثر الشيخ إذا كثر يخشى على الإنسان منه إذا كثرت الفتن الإنسان يخشى على نفسه أنه يقع فيها وتصيب نعم ترجمة نانسي قنقر